اشتركوا في القناة الذي اكد ان الجريمة تم التخطيط لها بشكل مسبق وقطعت الجثة الى اشلاء ومن ثم التخلص من اي اثر لتلك الاشلاء بيان النائب العام اشار ايضا الى ان الاجتماعات التي جرت مع نظيره السعودي السعود المعجب الذي زار الصنبول لثلاثة ايام لم تسفر عن نتائج ملموسة في التحقيقات بشأن القضية عدم الوصول الى نتائج ملموسة يفجر الغضب الدولي من جديد نحو الرياض فهناك حديث لوزير الخارجية الامريكي طلب خلاله من السعودية ان تقدم الحقائق وقال ان الوقت ليس في صالحها اما نظيره الفرنسي فاشار الى ان الرياض لا تبذل جهودا كافية لمعرفة المسؤول عن الجريمة وان باريس ستفرض عقوبات على المسؤولين عن مقتله فما الجديد الذي حمله بيان النائب العام التركي وكيف سترد الرياض على ما ورد فيه من اسئلة وما هي خطوة تركيا المقبلة في هذا الاطار وهل تتطور الامور حتى تصل الى القطيعة الدبلوماسية بين الرياض وانقرة مشاهدين اينما كنتم اهلا بكم الى المشهد ومشهد تطورات قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في هذا التقرير ثلاثة ايام قضاها المدعي العام السعودي سعود المعجب في اسطنبول دون الاجابة عن الاستفسارات التركية بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي من القاتل ومن امر بالقتل واين الجثة وما مصير ثمانية عشر سعوديا تحتجزهم الرياض على ذمة التحقيق وتطالب تركيا بتسليمهم انزعاج تركي واضح على عدم تعاون المدعي العام السعودي فقد اعلن المدعي العام في اسطنبول ارفان فيدان ان الاول لم يجب على التساؤلات التركية حول قضية مقتل خاشقجي واعلنت النيابة التركية في اسطنبول في بيان صادر عنها بعد مغادرة المدعي العام السعودي ان جمال خاشقجي اتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول وفقا لخطة كانت معدة مسبقا واضافت تم تقطيع جثة خاشقجي بعد مقتله والتخلص منها اما وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو قال ان التعاون بين الادعاء السعودي والتركي في اطار التحقيقات بقضية مقتل خاشقجي مفيد ويجب استمراره لكن دون اضاعة للوقت وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد صرح مساء الاربعاء ان السعوديين لم يخدعوا لكن ربما خدعوا انفسهم في الوقت الذي طالب فيه وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو السعودية باعلان الحقيقة في اسرع وقت ممكن اذا الوقت للوصول الى الحقيقة لكن السعودية تراهن على الوقت لقتل القضية اعلاميا ثم محاولة تمرير صفقة سياسية تضيع فيها الحقيقة ثم مستقبل العلاقات التركية السعودية قبل الحقيقة وبعدها في هذه الحلقة من المشهد ارحب بضيفي هنا في الاستيديو نبيل البوكيري الكاتب والمحلل السياسي سيد بوكيري اهلا فيك معنا كما وارحب بمحمد ألتون داغ المحلل السياسي التركي سيد ألتون داغ ايضا اهلا فيك معنا وابدأ من عندك برأيكم ما اهمية بيان المدعي العام التركي في هذا التوقيت هذا البيان هو اول بيان يصر عن جهة اختصاص لها علاقة مباشرة بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي نعم هذا تصريح المدعي العام التركي التصريح واليومي طبعا أعطى بعد جديد للقضية لأن سابقا كانت تركيا تتردد في كل التصريحات وتتعاون مع الرياض بكل تصريح بناء لا تكسر العلاقة بينها وبين رياض يعني أنقرة كانت مهتمة كثيرا أن لا تكون ضرب على العلاقات بين تركيا قط على العلاقات ولذلك أول تصريح أصبح يعني أول تصريح رسمي أنه يوضح الصورة بشكل واضح أن اليوم التصريح صار جثة الصحفي جمال خاشقجي أنها قطع أولا تم خنقه تم خنقه وبعد قطع تقطع وهكذا انتهت وفي احتمال أنه هذا لم يكن في بيان المدعي العام ولكن في احتمال أنه أيضا يضعونه في الأسيد الأسيد نعم في الأسيد لكن البيان احتوى على كلمة تدمير الجثة أو محول الجثة هكذا ربما يعني هذا ليس في البيان أو بالتصريح الرسمي ولكن الآن الراية العام في تركيا يقول أن ممكن يكون تدمير للجثة بالأسيد هذا طبعا شيء كبير جدا سيكون يعطي بعد كبير للقضية أكثر من الآن لأن إلى حد الآن ستكون ممكن فقط قتل قتل صحفي ولكن إذا جثته حتى جثته لم يستطعوا يوجدونها وتدمير إذا اندمرت الجثة أو دمروا الجثة في الأسيد هذا يعني تعاقب كل إذابت الجثة بالأسيد أو ربما البعض اتجاه إلى مسألة تحرق الجثة طبعا ولكن الحرق أنا عندما تابعت الأخبار وقرأت بعض الأخبار يعني إنها ليس حرقا ممكن ستكون في الأسيد تدميرها ولذلك هذا ليس فقط تركيا ذلك الوقت يعني كل راية العالم يعني كل المحاكمة الدولية كل الأمم المتحدة كلها راح تتدخل في هذا الأمر يعني إذا أصبحت القضية هكذا نعم سيد البكيري كيف تقرأ ما جاء في بيان المدعي العام التركي فيما يتعلق بالحقائق التي قدمها جمال خاشقجي خونقا وهكذا على إثر ذلك قتل ومن ثم تم تقطيع جثته ولكن لم يوضح البيان ما حصل ما بعد ذلك ولكن أيضا هناك إشارة مهمة فيما يتعلق بنقص التعاون ما بين الرياض والمملكة العربية السعودية النقص هذا من طرف المملكة العربية السعودية أولا تصريح المدعي العام التركي هو أخذ البعد القضية من المسار السياسي للبعد القانوني وهذا الجديد في مسار التصريح أنه في توصيف قانوني للعملية الإجرامية أو العملية القتل التي تمت للصحفي جمال خاشقجي وبالتالي يعني طرع رأي العام بمثال هذه القضية هو يضع المملكة العربية السعودية في إطار بزوايا ضيقة لقرها إلى الاعتراف الحقيقي وتقديم الحقيقة بأسرع وقت ممكن لأن الوقت ليس في صالح يعني أن تطول الانتظار في توضيح حقيقة ملابسة هذه القريمة التي أدت إلى مقتل جمال خاشقجي أنا أعتقادي كل المعطيات اليوم أصبحت واضحة الإشكالية تكمن في أن القانب السعودي متردد القانب السعودي أيضا لا يتعاطى بجدية كثيرة مع هذا الضغط الدولي الكبير مع هذه الحقيقة القانونية التي ظهرت من خلال بيان المجدعي العام وبالتالي يعني باعتقادي أيضا التصريح اليوم نعمان كولثورموش النايب رئيس الحزب العذاب التنمية قال كلاما بديدا في القضية أن تمضي الأمور بهذه الطريقة هو معناته أنها ستخد إلى صعيد آخر وأن السعودية تعزل نفسها عن محطة ستصبح وحيدة وحيدة تعزل نفسها عن محطة دولي والإقليمية أنا باعتقادي الكرة في مرمى السعوديين الأتراكنا الاعتقادي قدموا كل ما لديهم باستثناء سؤال أين قصة قمال خاشق هذا الذي بقى يبحث عنه قبل قبل القانوني وكان نعمان كورثورموش أيضا بالإضافة لما تفضلت به كان قد صرح أيضا أنه قال أنه لا أحد يصدق أن تلك الجريمة تم ارتكابها دون علم من المسؤولين في تلك البلاد يقصد في المملكة العربية السعودية البيان أيضا برأيكم هل حمل أي التوجهات نحو اتهم مسؤولين في المملكة العربية السعودية بالضلوع أو الوقوف خلف هذه الجريمة البيان أيضا هو لم يوضح حقيقة إنما ترك الباب مفتوحا لمزيد من الإقابات من قبل الجانب السعودي لكن أيضا القديد هناك تصريحة دولية ربما قد يكون على إثر هذا التصريح الأخير للابدعاء العاملة التركية أو ربما سابق له لكن كانت واضحة كل جانب الفرنسي الذي طالب أو هدد بأنه سيعمل على فرض عقوبات على المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في محظر الإدعاء ومحظر تحقيق أو الذين تم إقالتهم أيضا من قبل حكومة السعودية في بادي الأمر بعد عملية الإنكار والاعتراف بعد ذلك أيضا هناك ضغوطات كبيرة الضغوطات اليوم تحشر السعودية في زوايا ضيقة في كثير من الملفات ليس فقط على مستوى حتى على مستوى الأزمة الداخلية في أزمة النظام الداخلي عودة أحمد بن عبد العزيز أيضا كل هذه التطورات أيضا مسألة الحرب في اليمن كلها أصبحت تدفع السعودية إلى الزاوية ضيقة فيما يتعلق أنه قضية خاشقية أصبحت قضية كبيرة قضية عالمية لكن عودة أحمد عبد العزيز هل لها من قراءة خاصة في هذا التوقيت عودته اليوم إلى الرياض؟ لا شك إنها هي تأتي في إطار الصراع أو في إطار أيضا التصعيد الدولي ضد الحكومة السعودية فيما يتعلق بحقيقة وملابساتها بالقريمة وأيضا هناك أيضا بعض التسريبات التي تتحدث على أن جزء من الإشكال يتكمن في تفرد محمد بن سلمان بالحكم في المملكة هو الذي أدى إلى بعض التصريحات أو بعض التوصيفات للصحف الغربي التي تحدث عن توحش محمد بن سلمان وبالتالي يجب أن يكون عودتها مثل هؤلاء الرموز الكبيرة في الإطار الحاكمة هو نوع من يعني إعادة تقاسم الحكم والسلطة في المملكة على إثر هذه القريمة نعم سيد ألتون داغ البيان برأيكم هل يعني بالضرورة فشل زيارة المدعي العام السعودي إلى تركيا هل يعني بالضرورة فشل مسألة التعاون كذلك ما بين المملكة العربية السعودية وبين تركيا من جهة ثانية طبعا هذا يعني فشل كبير فشل واضح أيضا لأن المدعي العام السعودي لم يأتي إلى تركيا أن يعطي بعض المعلومات عندهم بين يديهم هو جاي إلى تركيا أنه يأخذ فقط المعلومات عند تركيا وبناء على هذا سيعمل طبعا بناء على هذا سيعمل راح يدافعوا عن أنفسهم في أمام رايا العام رايا العالم لذلك هذا وضح أن الزيارة فاشلة وأخيرا عندما ذهب حتى هذا في الإعلام التركي أخذ يعني نشره بعد ما انتهت الزيارات هو ذهب إلى مول واشترى بعض الحاجات الخاصة وذهب نعم مثل الحلقوم والشوكولاتة وغير نعم يعني هو جاي لعمل سياحة سياحة بمعنى لذلك توضح الصورة أن الزيارة هذه زيارة فاشلة إضافة أنا عندي سؤالين الآن نعم يعني في الإعلام التركي دائما أو عفوا في الإعلام العالم كلها يقول بن سلمان هل يعني القيادة تعرف السعودية هل تعرف أو لا تعرف نعم أنكر تلمش أيضا اليوم وضح الصورة قال هل السلطات لها خبر أو لم تكن على علم إذا الثنين موجودة يعني أي ما كان ستكون مشكلة إذا بن سلمان أنا في رأي إذا بن سلمان إلو خبر وهو معطي الأمر للقتل هذا هذه أيضا مشكلة يعني تتواجه السعودية في مشكلة كبيرة إذا بن سلمان لم يكن له علم أيضا في مشكلة أن الدولة السعودية أو غير مسيطرة على عناصرها وغير مسيطرة على السلطات بشكل كامل بالسعودية يعني أي خيار ما يكون هذا يشكل مشكلة كبيرة ولكن نعمان كورت ومش ليس يتكلم عندما يسأل الأسئلة هذه ليس يتكلم بإسم الدولة يتكلم بإسم الحزب لأنه هو نائب رئيس الحزب ليس أنه موظف يعني ليس منصب رسمي في الدولة ممكن أن يكون هو أكثر حدة من المسؤولين الرسميين في الدولة في الحديث طبعا إذا رجعنا لخلف الشيء أصلا هو هذا رأي تركيا بشكل كامل لأن تركيا تعرف أن الآن السعودية عم تأخذ وقت فقط بدها تستثمر الوقت يعني أنها تدافع عن حقها تدافع عن نفسها أمام رأي العام أمام العالم لكن طالما تركيا تهتم بالرأي العام العالمي إلى هذا الحد توقيت اليوم خروج المدعي العام وحديثه بهذه التفاصيل عندما يقول خنق تم خنقه ويقول قطعت جثته إلى أشلاء هل له من دلالات تشير إلى ربما صدام جديد في العلاقة مع المملكة العربية السعودية أم هي فقط رسائل يحملها هذا البيان إلى المجتمع الدولي للضغط عليه من أجل الضغط في النهاية على المملكة العربية السعودية والاعتراف بحقيقة ما جرى حتى يفهم العالم بالضبط من الذي جرى نعم تركيا ما بودها أن تكسر العلاقة بينها وبين المملكة طبعا حاليا بينها وبين المملكة العربية السعودية ولكن شو شغله هو رئيس وزير الخارجية قبل أربع أيام أعلم بتصريح قال احنا لم ننقل هذه المسألة إلى محكمة الجنائية الجنائية أو محكمة العالمية نعم محكمة الجنائية الدولية الجنائية الدولية احنا لم نأخذ المحكمة الملف هذا إلى هناك ولكن إذا طلبوا مننا أي دولة ما تطلب أي مؤسسة ما تطلب مننا احنا جاهزين أن نعطي المعلومات التي يدنا كلها لأي جهة ما تطلب طبعا يقصد الجهات العالمية وأمريكا أيضا طلبت ترامب أمس قال أننا طالبين الصوت من تركيا تسجيل الصوت من تركيا تركيا واضحة في هذا المسأل ولكن ما بدها تكسر العلاقة ما بين السعودية الآن لما تتوضح الصورة بشكل كامل وتضغط على السعودية أنا في رأيي هذا التصريح المدعي العام أنه يضغط على السعودية أنها تعترف في القتل هذا وإضافة سيدة دارة حديث تشويش أوغلو مهم جدا سنعود له لأنه طالما بإمكان تركيا أن تعطي كل المعلومات لمن يطلبها من مؤسسة رسمية أو دول لماذا لا تعطيها إلى المملكة العربية السعودية سعود لك بهذا التساؤل سيد نبيل بوكيري اليوم حسب ما نقل عن المدعي العام في الصحافة التركية أنه قال بأنه لا وجود لما عرف أو سمي أو اصطلح عليه بالمتعاون المحلي في هذه القضية لكن البيان الأول السعودي الذي تحدث عن ما جرى ونذكره دائما بكلمة الشجار داخل القنصلية ذكر وجود متعاون محلي في هذه القضية عادل الجبير بالمناسبة وزير الخارجية السعودية أيضا هو الآخر ذكر في أكثر من مرة وجود متعاون محلي ساعد في عملية في هذه في قضية مقتل الصحف جمال خاشقجي تضارب الأنباء هذا كيف يفهم ماذا تقرأ أو ما هي دلالاته أنا بأعتقاد أنا بأعتقاد نلست قانونيا لكن في السياق القانوني ليست ليست مشكلة أمام القانون في وجود المدعي الخارجي أو متعاون محلي أو عدم موجوده بالأخير هذه عملية قتل الأسئلة الآن والتي تبحث عن إجابات هي أين القثة السؤال القوهري والمركزي في القضية بالبعدها القانوني والسياسي أين قثة جمال خاشقجي حتى أسرة جمال خاشقجي الآن في صدد رأف قضية تبحث عن قثة والدها وبالتالي ماذا سيفيد موجود المدعي إذا كانت القضية قد تمت بالقتل الآن المسألة في الرأي العام الدولي تضحت الصورة قيدا أن القانب السعودي أو أن مخابرات السعودية أو القانب السعودي هي التي قتلت جمال خاشقجي لكن أيضا الطرح التركي والطرح الدولي اليوم تبحث عن من أمر بالقتل عما القتل فهم واضحين الآن أصبحوا معروفين معروفين ونقلت صورهم وأسموهم على المستوى العلام الدولي الآن السؤال من الذي ألقى إليهم الأوامر هنا السؤال القوهري والمركزي في هذه القضية معنى أن البعد الجنائي والبعد القانوني اكتمل في هذه الصورة لكن البعد السياسي للقضية أنه قضية ليست قضية جنائية بالمعنى الجنائي والحرفي للكلمة بقدر ما هي قضية سياسية هذا اغتيال سياسي وقتل سياسي هناك أوامر صادرت من جهات عليا لتخلص من صاحب جمال خاشقين العالم كله ينتظر هذا السؤال هل هناك وبالتالي حتى كل الإشارات التي سواء ببيان وزير الداخل وزير الخارجية التركي أو في بيان المدعي العام أو حتى في تصريحة الدولية تقول أنه مستحيل أن تكون هذه القريمة بمعزل عن وجود أوامر في الدولة يعني أنه هذه القريمة ليست تطوعا يعني قام بها مجموعة من الهوال في القتل وذهبوا إلى القنصلية وقتلوا الصحفي وانتهت المشكلة يعني قضية واضحة أنه هناك بعد سياسي كبير على أعلى مستويات يقف خلف التخلص من قبل لكن كان ملاحظ منذ البداية تضارب الروايات عند المملكة العربية السعودية أولا قيل أنه دخل إلى القنصلية وخرج منها بشكل طبيعي ثم جاء البيان الذي تحدث عن شجار وقتل على إثره جمال خاشقجي وجثته تم تسليمها إلى متعاون محلي اليوم المدعي العام في رواية جديدة هذه في النهاية تعتبر عدم وجود متعاون محلي بعيدا عن المسألة القانونية لكن هذه رواية جديدة اليوم ومع الأسئلة الثلاثة التي تطرحها تركيا دائما هي من الذي أعطى الأمر وعين الجثة ومن هو المتعاون للمحلي هذه الثلاثة أسئلة أو الثلاث أسئلة المهمة جدا بالنسبة لتركيا هل نتوقع رواية رابعة من المملكة العربية السعودية للرد على هذه الأسئلة أنت لا تستبعد أو المشاهد الكريم أو الرأي العام لا يستبعد وجود أكثر من رواية لأنه الذي ابتدأ برواية يقول ويتناقض في روايات عديدة المشكلة الآن في الجانب الصعودي أنه يعني ربما لم يدر بخلدهم أنه ستفشل العملية بهذا المستوى من الفشل يعني مسألة لم تكن المسألة فقط تتخلص من القثة أو قتل جمال خاشقي مسألة أنه أصبحت حديث الرأي العام يعني ما فيش قضية تغتيال سياسي أخذت وانكشفت بهذا البعد من الفشل الذي حصل لمثل هذه العملية يعني العالم كله يعرف اليوم كل بيت في العالم كل من يحمل هاتفا وفيها إنترنت يعرف هذه القضية يعني قضية لم تصبح قضية يعني يمكن القفز فوقها أو وبالتالي اليوم حتى لم تعد مشكلة بين دولتين يعني حتى أبعد من ذلك بكثير أصبحت رأي عام دولي عام ورأي عام يرتقي لمصاف الرأي العام السياسي نوم فيه شخصية وازنة في العالم على مستوى ترامب على مستوى تريزيمان على مستوى المسؤول الكبار في العالم يتداول من قضية ماكرون يتحدث كذلك ماكرون يعني نحن أمام يعني لم يكن يعني وهذه من المفارقة الغريبة أنه لم يعد يصدق رواية السعودية سوى الجانب الروسي أما كل العالم كله طبعا لمصالحه أيضا هو الآخر نعم بالضبط يعني وبالتالي هنا الإشكالية تكمن أنه يعني فيه بعد غائب في الجانب السعودي هذا البعد وهو عملية الوجود طرف أمر بقتل جمال خاشق والتخلص منه لكن من هو هذا هو السؤال الذي يبحث العالم عن إقابله سيد ألتوندار أعود لك بذات السؤال ربما الذي طرحته عليك قبل ذابل سيد البوكيري شوي شوغلو يقول أي جهة أو أي مؤسسة أو أي دولة تريد المعلومات المتوفرة لدينا سنعطيها من أجل التحقيق لكن السؤال المهم بالنسبة للمملكة العربية السعودية باتجاه تركيا لماذا لا تعطوا هذه المعلومات إلى الرياض وهي تقوم بالتحقيق هناك تركيا لا تعطي المعلومات ليس لا تعطي المعلومات للرياض تركيا بشكل شفاف يعني كل المعلومات لديها المعلومات كلهم تستطيع تعطيهم أو مستعداً تعطيهم ولكن معلسف يعني من جانب السعودي لم توجد الجدية في هذا الموضوع ولم توجد الإرادة وبناء خارج هؤلاء النقطتين لا توجد الشفافية في الموضوع يعني الطرف السعودي بده يدمر زي ما دمر الجسة بده يدمر أيضاً القضية لذلك تركيا لم تستطيع تعطي كل المعلومات بشكل واضح للسعوديون يعني ممكن مرحلة مرحلة توضح الصورة تركية ولكن الآن تضغط على السعودية أو على السلطات السعودية أنها تعترف في هذا يعني من المعطي الأمر يعني تركيا بدها تخلي السعودية تعترف لأن لا تكون المشكلة بين تركيا والسعودية مباشرة فقط يعني بدها تنقل هذا الشيء ليس كملف يعني تفتح ملف ولكن تنقل الصورة للمجتمع الدولي مجتمع الدولي وكما تفضل الأستاذ المسألة ليس فقط بين دولة ودولة أخرى يعني المسألة أصبحت مسألة عالمية يعني ولها حساسية في كل راية العالم بشكل جيد أستاذ محمد اليوم المدعي العام السعودي عندما جاء إلى اسطنبول هو الآخر قدم دعوة للمدعي العام التركي بضرورة زيارة الرياض اليوم تركيا أولا هل يستجيب برأيك المدعي العام التركي ويذهب إلى الرياض وهل تحقق تركيا مع الثمانية عشر المتهمين في قضية جمال خاشقجي هناك في الأراضي السعودية يعني أنا لا أظن أن تركيا أو المدعي العام التركي يجاوب على هذه الدعوة لأن كما اليوم وزير العدالة في تركيا عبد الحميد قل قال أيضا نفس الشيء قال لا أظن أن مدعي العام التركي يجاوب على هذه الزيارة يستجيب لهذه الزيارة قبل ما نوجد جواب لأسئلتنا وهي الأسئلة واضحة الأسئلة واضحة الجثة والمن أمر والمتعاون المحلي نعم أين الجثة ومن آمر على هذا القتل ومن المتعاون المحلي يقولون من أهم الأسئلة يعني طبعا سؤالين جوهرين موجودة هي من أعطى الأمر وأين الجثة الأمر بالنسبة لتركيا مهم لأن كما تعرفون هذا لازم لا يغشون الناس السعوديون ليس رئيس المخابرات كان يشرب شاي في بيته وقال أنا صباحا سأذهب إلى تركيا وأقتل خاشقشي وأأتي هذا طبعا واضح الصورة أن في لها مخطط يعني بناء على تخطيط أأتوا إلى تركيا وقتلوها لذلك في خلفهم شخص معطي الأمر هذا أحد الصحفيون قال كلام مهم بالنسبة يعني أظن أنه كثير مهم إذا السعودية أو السعوديون كان عندهم استعداد أنهم يقتلون الصحفي خاشقشي أو أي شخص بمئتين يورو بألف يورو يقتلونه بأي مكان ما بدهم لماذا أخذوا إلى السفارة أولا أولا لماذا في تركيا هذا السؤال مهم ثانيا لماذا في السفارة في القنصلية نعم عفوا في القنصلية يعني هؤلاء السؤالين مهمات جدا لأن واضح في هل تعتقد أن هناك مؤامرة لماذا تركيا هل تعتقد أن هناك مؤامرة طبعا أنا أعتقد أن هناك مؤامرة يعني في ضرب على العلاقات السعودية والتركية واضح هذا برأيي أنا لأن كما تعلمون تركيا منذ ما بدأ الربيع العربي كانت واقفة دائما مع الشعوب والسعودية خاصة بعد ما قضية قطر ومشكلة قطر نعم نعم قضية قطر وقبلها حتى في القضية اليمنية أيضا تركيا لا تقبل أن السعوديون هناك يقتلون المجتمع يعني في بعض يعني في بعض المشاكل السياسية ولكن ليس بمستوى رسمي يعني نعم بين تركيا هي لم تكن العلاقة جيدة بين المملكة العربية السعودية وتركيا بالسنوات الثلاث الأخيرة أو لم تكن على ما يورام يعني ثم جاءت قضية خاشيخجي نحن سنكمل الحديث ما بعد بيان المدعي العام التركي لكن مشاهدينا بعد فاصل قصير بقوا معنا اشتركوا في القناة هي الهجمة على الديمقراطية الهجمة على الديمقراطية ليست في شكل العنف فقط والسجون والمعتقلات والانكلابات فيه هجمة حالية الآن على الديمقراطية وعلى إخيار الشعوب عبر المثقفين والسوشال ميديا فيه خلايا الإلكترونية جيوز تعمل للنهار من الأجل التشويه فيه الدمقراطية فيه مشايخ وسلفيين يفتون بسوء الدمقراطية فيه أسد علوم سياسية علي الدين هنال بيقول لك خلينا نمدل ومدد الشعوب العربية لا تساجد الدمقراطية هذا يسمع التونسي ويسمعه اليمن ويسمعه السعودي فيعزم عن الدمقراطية عندما تأتيه الفوصة هنا هذه المسألة استدعي من المؤمنين بالدمقراطية أن يكون لهم برنامج لعادة ثقة الشعوب بالدمقراطية أن الحرب ليست فقط في شكل المؤامرات والإنقلابات الحرب يستهدف إستلاب العقل العربي هذا صحيح أن التقنع العربي بأن أن تقبل هذا المستبد يحكوك ويديرك ويأخذك إلى المستقبل لأنك لو حاولت أن تتحدى فسوف تنتهي إلى ذلك الدمار إلى حلب إلى ذلك الدمار إلى في حمص إلى ذلك الدمار الذي في ليبيا هذه الرسالة منظمة تقوم بها محطات يقوم بها مطقفين وستنسعوا لهم سياسية وينشروا هذه الفكرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مشاهدين الكرام من جديد نرحب بكم في هذه الحلقة من المشهد ونبحث فيها تداعيات مقتل الصحفي جمال خاشقجي خاصة ما بعد بيان النائب أو المدعي العام التركي رحبوا من جديد ضيفي هنا في الاستيديو محمد ألتونداغ المحلل السياسي التركي وكذلك نبيل البوكيري المحلل والكاتب أيضا السياسي سيد بوكيري أبقى معك اليوم السعودية أمام هذه التساؤلات التي تحدثنا عنها في الشق الأول أو في الفترة الأولى من هذه الحلقة لماذا لا تعطي إجابات عليها؟ ما الذي يدفع السعودية إلى الابتعاد عن إجابات وإنهاء وإغلاق أيضا هذا الملف وإنهاء هذه القضية؟ هل تراهن السعودية مثلا على الوقت من أجل قتل القضية أم هناك مراهنات أخرى؟ لا شك أن عمل الوقت يعدها مسلاح اليوم في المملكة وخاصة أنه تقاوزنا شهر الأول من القضية دون الوصول إلى نتائج واضحة فضلا عن ذلك القضية ليست بتلك السهولة أنه عملية القتل تمت مجرد أنه جماعة من الهواء للقتل فكروا للذهاب إلى أسطنبول وقال الله الكريم القضية السياسية مركبة ومعقدة تقف خلفها دوائر كبيرة في الدولة وبالتالي التبعات السياسية الخطيرة اليوم لقضية أصبحت قضية دولية بهذا الحدم من سهولة ومن صعوبة مكان أن يتم الحديث أو الإجابة عن هذه الأسئلة بكل برود لذلك يضطر القانون السعودي إلى أن يشغل على عامل الزمان حتى ربما يمكن أن تخفت الحدة الإعلامية والحملة الإعلامية الكبيرة الدولية التي تطالب بتوضيح حقيقة وملابسات هذه القريمة وبالتالي أهم ليس لديهم سواء عامل الزمان وبالتالي أيضا حتى مثلا عودت بعض الأمراء السعوديين من الخارج إلى المملكة كاحتوى لهذا أو قزم من تداعيات هذه الإشكالية لخلق مناخ وحوار أفضل في الداخل السعودي وإيجاد أيضا لتخفيف الضغط أيضا الإعلامية يعني اليوم صحيفك الواشنطن بوست أو نيويورك تايمز أيضا اليوم تتخذ من قضية قمال خاشرقي قضية وقود بالنسبة لها وخاصة الواشنطن بوست وتحدثت بالحرف يعني أذكر أحد المسؤولي الكبار في الواشنطن بوست الآن ظهر في أحد المحطة التلفزيون الأمريكية ويقول أن هذه القضية قضية مبود بالنسبة لنا ولن ندع المملكة أو المملكة العربية السعودية أن تهنأ وتقر ونحن أحياء يعني هذه قضيتنا وسنظل ندافع عنها حتى نموت وبالتالي هذه القضية يعني طبعا الواشنطن بوست التي كان يكتب فيها جمال خاشرقي وهذه هي الأصوات بالمناسبة هي ربما نقول التي تضغط على السياسيين الأمريكيين وخاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معي دكتور أحمد عامر رئيس ومؤسسة تاور بريج للعلاقات الدولية والاستشارات دكتور بداية أهلا فيك معنا كيف تقرأ تصريحات دونالد ترامب التي تحدث فيها أن السعوديين لم يخدعوني وإنما خدعوا أنفسهم تحية لكم ولضايشك الكريم والمشاهدين في قناة الحوار التصريح كان واضح جداً بين ترامب أنه حسم موقفه مقابل الحقاق التي أخرجتها له تركيا وطلع عليها الدين الخارجية التي هو رئيس المخابرات الأمريكية السابق السابقات الأمريكية الحالية السابق بعد أن أطعبه على هذه الوقائع ورأى الموقف التركي الواضح والصريح من قوت في قضية خشوكي بالإضافة إلى رأى الإعلاء في أمريكا وأوروبا ورأى إضافة إلى منظماته الإنسان فوجد أن الجميع يقف مع قضية جماعة متقدي موقف لا رفوع عنه فكان لابد ليحافظ على مكانته ويبقى في مقعده خاصة للفترة الرئاسية القادمة كان لابد أن يقول أن هذا موقفه موقفه كان واضح ضد ولي العهد الذي كان مستقبل السعودية ومستقبل العلاقات مع السعودية فكان هذا الموقف واضح لكن أنا هنا أريد أن أوضح لقطة هامة جدا نعم دكتور يجتمع عند بعض الناس علاقة السعودية بأمريكا كي وعلاقة محمد بن تلمان بالسعودية أخر السعودية قبل محمد بن تلمان كانت تعول بالكامل على محمد بن نايف ولكن مع ضغوط ومليارات تنفقات وضغوط من دول تقليلية وخارجية وكيان الصهيوني مضع محمد بن سلمان في المشهد في الواجهة وأخرجوا محمد بن نايف أمريكا وترامب يتعاملون مع السعودية إن كانت سلمان إن كانت أحمد بن عبد العزيز إن كانت مدرل أي طرف آخر سيتعامل معه السعوديون إذ عاملوا مع الأمريكان بنفس استفقات ونفس العلاقات قيدا مع الكيان الصهيوني والاتفاقية فالآن أصبح على ترامب والغرب أن ينهي قضية محمد بن سلمان ويبدأ مع واجهة جديدة يدها ليست ملوثة بالجمع لا تسقطه ولا تسيء لأمريكا والغرب وفي نفس الوقت يستطيع معها أن يحقق كل ما يريده ولكن دكتور أحمد هل هذا يعني وبناء أيضا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي بومبيو عندما قال أن على السعودية أن تقدم الحقائق وأن الوقت ليس في صالحه هل معنى ذلك أن أمريكا لديها كامل المعلومات وربما لديها إجابات على الأسئلة المطروحة مسألة الجثة مسألة الذي أمر وما إلى ذلك من أسئلة لا يعرفها بعد الكثير من المتابعين للقضية أتوقع نعم أتوقع أن أمريكا لديها المعلومات كاملة من قبل الجانب التركي بل من قبل الأمريكان أنفسهم الأمريكان يقومون بدور تجسس ومراقبة قوية جدا حول العالم لصانع القرار في دول كثيرة وطبعا على رأسها السعودية مما لا شك ومما لا شك أما السفير بسمه الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز هو الذي أيضا أرسل جمال خاشقجي من واشنطن إلى إسطنبول لإتمام هذه القضية فالأمريكان لديهم معلومات ومعلومات أكيبة عندما رأوا صلاة موقف تركيا وأردوغان والشارع التركي حكومة ومعارضة والموقف الأوروبي وحقوق الإنسان والإعلام ما إلا ذلك ما سنعنده خيان آخر إلا أن يقف مع الموقف الذي هو سائد في العالم فأصبح هذا هو الواضع فأنا أتوقع أن القضية قضية الواضع حتى رتب البيت الشعودي من الداخل الشعودي رتبوا أوراقهم يتفقوا مع الأمريكان والأوروبيين على الخطوة القادمة أيضاً اتفاقات والله أعلم حول قضية محمد بن سلمان ومستقبله كيف سيكون ومستقبل العلاقات مع السعودية صياغت بعض التصورات للمرحلة القادمة وأرجع وأقول كان صدام صديق لأمريكا ودفل المؤكرة ضد إيران بزعم أمريكي ودعم أودية وضحها فيه ثكاة وضحها في العراق فأنا أقول هذا لا يستغاد أبداً شكراً جزيلاً لك دكتور أحمد عامر رئيس مؤسسة تاور بريج لعلاقات الدولية والاستشارات كنت معنا من لندن شكراً سيد ألتون داق اليوم المدعي العام التركي بالأمس كان قد طلب من نظيره السعودي تسليم المتهمين الثمانية عشر من أجل التحقيق معهم ومحاكمتهم أيضاً في تركيا الرياضي لحد هذه اللحظة ترفض تسليم هؤلاء ما هي الخطوة المقبلة بالنسبة لتركيا باتجاه هذه القضية طبعاً تركيا بدها تأتي بهم إلى هنا إلى تركيا لأن عملية القتل في أراضي تركيا بالنتيجة لذلك بدها تأتي بهم هنا والأدلة الأكثر أدلة عن تركيا وما بدها أنها تتدمر هذه القضية لذلك بدها تأتي بالأشخاص الثمنتعشر هؤلاء وتحاكمهم هنا وتعاقب هذا المسألة لا تدمر هذا المسألة إذا السعودية أجابت على هذا الطلب أنا برأيي ممكن تستطيع تخرج نفسها من هذا المسألة سيكون لها فرصة إذا لم يكن من القيادة القياديين أو السلطات السعودية أمر لهذا القتل تركيا لذلك طلبتهم ولا أظن ولكن أن السعودية تجاوب على هذا الطلب لأن إلى حد الآن الصورة تعطينا معلومات السعودية تدمر هذا القضية أو هذا الملف طبعا تنهي هذا الملف ولكن تركيا لم تتردد فيه لكن ما هي خطوة تركيا التالية؟ ماذا ستفعل تركيا إذا استمر الرفض السعودي بإيطاء الإجابات على هذه الأسئلة المطروحة ومسألة التعاون أيضا فيما يتعلق بالثمانية عشر متهما يعني ليس تركيا الآن لا نستطيع أن نقول لكم نقول بشكل واضح تركيا تستطيع تعمل هذه الخطوة ولكن في أكثر من خيار أمام تركيا آخر خيار ولا تريد تركيا هو القطع على علاقات ما بين تركيا والسعودية لأن تركيا تعتبر السعودية شقيقة دولة شقيقة والشعب السعودي شقيق للشعب التركي لذلك ما بدها تخسر الدولة السعودية وكما يتكلم سيد الرئيس أردوغان عندما يتكلم دائما يقول خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودية الملك سلمان نعم العاهل السعودية الملك سلمان دائما يتحدث في هذا الصياغ حتى آخر كلامه وهكذا كان ينادي الملك لذلك تركيا واضحة وشفافة في هذا المسأل لكن أظن أن السعودية ستصعب الصورة أكثر من ذلك أنها لا تكون واضحة وكما قال أمس ترامب يخذعون أنفسهم ويفكروا أنهم يخذعون الناس كلها حتى زيارة المدعي العام السعودي إلى تركيا بدهم يخذعون هذا الرأي العام ولكن تركيا لا أظن أنها تقع في هذا اللعب سيد البكيري السعودية كيف يجب أن تتصرف الآن السلطات التركية تقول أن المملكة لا تتعاون بالشكل المطلوب لا تعطي إجابات كافية على الأسئلة المطروحة حتى بومبيوزير الخارجي الأمريكي يقول أن الوقت ليس في صالح المملكة العربية السعودية وعليها أن تقدم الحقائق للعالم المملكة كما قلت سابقا هي تلعب بمسألة الزمن ويتخيلون أنه بمرور الوقت ممكن أن ينتناس العالم قريما بهذا الحق وبالتالي هذا الارتباك اليوم بقدر ما يعتبر هروب بقدر ما أيضا يحصرهم في زوايا ضيقة وكثير من الملفات اليوم تثار في وقت السعودية ملف الحرب في الإيمان ملف الخلافات الداخلية في الأسرة الحاكمة كانت قريمة خاشقجي بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير بمعنى أن هذه القريمة فتحت كل الملفات المسكوطة عنها في الغرب باتجاهها حتى مثلا قضية الفتاتين السعوديتين اليوم في الولايات المتحدة التي حصلتها الشرطة ملقيت في أحد الأنهار هنا قضايا اليوم تخرج يعني كل القضايا اليوم كل ما له يعني السعوديون فتحوا نار القحيم على أنفسهم بهذه القريمة وبالتالي أنا بأعتقادي وهم يتوهمون اليوم أنه من خلال الزمان أنهم سيستطيعون أن يبتعدون عن نتائج وكارثية هذه القريمة أنا بأعتقادي ليس أمام المملكة اليوم إلا أن تقف بكل قوة وتوصف الأشياء كما هي وتضع نهاية لهذه القريمة من خلال الإقابة الحقيقية عن تفاصيل أو عن الأسئلة الجوهرية في هذه القضية فيما يتعلق ومعاقبة المقرمين الحقيقيين في هذه القريمة وليست تضحية بالناس البسطة الذين كانوا على هامش القريمة إنما هناك الناس المقرمون الحقيقيين الذين أمروا بهذه القريمة سيد البكيري فيما يتعلق بالسياسات الخارجية السعودية وتيريزا مي بالمناسبة رئيس الوزراء البريطانية كانت قد تحدثت عن اجتماع مرتقب مع واشنطن قد يكون بحسب مقالة خطوة أولى على طريق إنهاء أو وقف الحرب الدائرة في اليمن والتي تعتبر السعودية جزء مهم منها كونها تقود التحالف الذي يقاتل ضد الجماعة الحوثية هناك فكيف تقرأ ذلك؟ وهل تتوقع فعلا إيقاف الحرب في اليمن طبعا قد تكون هذه الضغوط في سبيل إنهاء الحرب في اليمن قد تؤدي إلى إيقاف الحرب بالمعنى التقليدي للحرب وهو أطلاق صواريخ من قبل الجماعة الحوثية ولكن الوضع الميداني يبقى كما هو لكن في الداخل تعقيدات المشهد الداخلي اليمني يستحيل الحديث عن وقف القتال لأن هناك مراكز نشأت وهناك أيضا الشرعية التي كانت انتهت فيها من الأيام وتم إسقاطها اليوم تمتلك جيشا كبيرا وتمتلك مناطق التواجد وأيضا في تعقيدات كبيرة نشأت يعني في اقتصاد حرب دائر في تشتت وفي فوضى عارمة في المشهد الداخلي اليمني هذا المشهد لا يمكن ضبطه من خلال إيقاف العملية العسكرية من قبل جماعة الحوثية ضد المملكة أو قف القصف الطيران من قبل المملكة على جماعة الحوثية المسألة أعماق بكثير الموضوع في اليمن ليس حرب المملكة مع الحوثيين أو حرب الحوثيين ضد المملكة المسألة في اليمن انقلاب وشرعية وبالتالي سيصعب من خلال تصوير الحرب على أنه حرب بين المملكة والحوثيين يعني ألا يمكن لدماء جمال خاشقجي أن توقف ما يجري في اليمن من نسب نزيف دماء ومجاعة وما إلى ذلك طبعا للعلم أنا كنت قريب جدا من جمال خاشقجي والتقيته قبل القريمة تقريبا بعشرة أيام كنا سويا متغدى في أحد الفمادق وكشفني أنه قال هذه الحرب يجب أن توقف هذه الدماء يجب أن تتوقف لأنه ليس في صالح اليمن ولا في صالح المملكة استمرار الحرب يجب أن يكون هناك صوت عقلاء في اليمن وفي المملكة للوقوف على طرف نقيض هذه الأزمة والعمل على حل حالتها لكن أيضا أنا قلت له وكنت في نقاش معه قلت له أن المسألة ليست مسألة حرب المملكة مع الحوثيين المسألة أعماق بكثير هناك حرب داخلية هي التي أدت لحرب المملكة يعني لو لا الانقلاب ما أتت المملكة وخالت هذه الحرب وبالتالي النظر إلى النتائج نتائج الحرب المقاعة والقتل والدمار الحاصل اليوم دون النظر إلى الأسباب التي أدت هي لأن تحل المشكلة في اليمن الأزمة في اليمن أعماق هناك أزمة انقلاب وما لم تحل هذه الأزمة وفيه أيضا هنا قرارة دولية وصفت الحرب وصفت الأزمة في اليمن كالقرارة 2012 والذي أمر بانسحاب الإنقلابيين وتسليم السلاح هذه القرارات الدولية هي جز منها كانت توصف حقيقة الصراع في اليمن أما اليوم الذهاب إلى مسألة يعني مثلا التسريبات التي أتت عن وزير الداخل الدفاع الأمريكي في مؤتمر المنامة قبل أيام وهو يتحدث عن مناطق منزعة السلاح ويتحدث عن مناطق حكم ذاتي أنا باعتقادي هذا نوع من التصطيح الذي سيزيد الحرب والأزمة في اليمن أكثر تعقيدا وحربا أكثر من ما هي قائمة اليوم سيد ألتونداغ هل تلجأ تركيا إلى الأمم المتحدة مثلا من أجل محاولة إيجاد حل وإجابات كذلك للضغط على المملكة العربية السعودية لا أظن تركيا تأخذ الملف هذا للأمم المتحدة لأن هذا المسألة ليس كما تفضل الأستاذ قبل قليل ليس المسألة بين تركيا والسعودية فقط لذلك لازم الأمم المتحدة هم يبدأون في هذا الخطوة ويطلبون الأدلة الأدلة نعم من السعوديون ومن المدعي العام التركي ولازم الأمم المتحدة تحاكم 18 شخص إذا السلطات السعودية رفضت تعطي 18 شخص إلى تركيا أنهم يحاكمون هنا في تركيا لازم تعطيهم للأمم المتحدة وأمم المتحدة هم يحاكمونهم وأظن إذا المحكمة أصبحت في السعودية كيف يستطيعوا يدمروا هذا الملف أنهم يخنقونهم وتنتهي الأمور أنهم الأمر من طرفهم ليس أمر من السلطات السعودية تقصد يتم التخلص منهم طبعا يتم التخلص منهم بخنقة وهم عدهم تجربة في هذا الأمر طبعا نحن نضحك هذا أصلا شيء لازم الشخص أن يبكي عليه لأن في قتل شخص ما إلو أي خطأ أي خطأ ما إلو طيب نحن نختم بهذه الكلمات منك سيد محمد ألتوندان المحلل السياسي التركي وشكرا على حضورك معنا إلى الستيديو سيد نبيل بوكيري الكاتب والمحل السياسي أيضا شكرا لك والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على متابعتنا في المشهد لهذا اليوم هذه أطيب المنا في أمان الله اشتركوا في القناة